بسم الله عشان نعمل الاناليسيس لأي هاي موديل سواء معماري او انشاء وكهروميكانيكل عايز تعمل مثلا للمعماري للشادو والزلال والحركة الشمس وكذا ممكن الامي بي في حاجة كتيرة جدا زي اللايتنج زي ان انت تشوف الفيدي بتاع المكان ان انت تشوف درجة مقاوت الهواء فهي حاجة كتيرة جدا تقدر تعملها فاولا لو انت عندك الموديل مقسم على العزاء لازم تجمعهم في موديل واحد وبعد كده تتأكد هل هو جاهز ومفوش مشاكل واتقدر تعمل على كلاش لو في مشاكل هتترجع للقسم تزبط المشاكل ديت وبعد كده تعمل اكسبورت في بعض البرامج بتقبل انتداد الايف سي وفي بعض البرامج الأخرى بتقبل جي بي سيميل وفي برامج كتيرة جدا بتقبل الاتنين فانت بتروح عامل اكسبورت وممكن بعد كم تعمل اكسبورت إن لا فهي مشاكل ف laser يمكن تتحليها وبعدكده بتعمل تحليل وبعد كده تشوف هال النتيجة م BET ikatر ترجعها ويترضى تشوف ايه المشاكل لابد انتا ارادة عن نتيجة ديات بتبدأ تشوف ايه وان انت metros تعديلات في المبنى. ودي العلاقة بين الاناليسيس تولز. البداية في الاناليسيس تولز. زمان كان الاناليسيس تولز بيستنى لواحي الاتكاد وبعد مجل الواحي الاتكاد يبدأ هو يعمل موديل جواه. تمام? يعني مسلا تخش مسلا تبني المبنى بتاني تخش على سيف دي تبني المبنى اصبح لا انت بتبني الموديل مرة واحد وتبدأ تبعثه لكل البرامج. وهي تعديل بتاخد تعديل تبعته. ما بتبدأش تعيد الشغل. كان مثلا عندي كذا برامج اناليسيس. كل واحد فيهم لازم اعيد الشغل ولازم ابدأ ارسم وفي بعض البرامج كاتش متخصصة في الموديلينج. فكاب بياخد وقت كتير جدا. عساسة تشوف ايه التعديلات وتعملها. فاصبح الوقت اسهل بكتير بواسطة البرامج البيم. بتعمل بعد ما عملنا البيم متأكد من ان المساحات مصبوطة. جيومتر مصبوطة. ان الحدود بتاعت الشغل بتاعها مصبوطة. لو مصبوطة خلص بنبدأ ان ننقلها البرامج للتحاليل ونبدأ نشوفها. ونبدأ نشوفها للاواتزين اوكي. تمام. خلص احنا فعلنا التصميم ده بحقق النتاج اللي احنا عايزينها. بنبدأ نبعثها لجهة ممكن يكون في مسلا جهة رقابية وجهة حكومية محتاجها لحاجة ديت. فنبعثها لها. لو في مشاكل بنبدأ نرجع تاني ونطلب منهم ان هم عدلوا الحاجة ديت بحيس ان يكون حقق التصميم. ممكن تكون انت بسلا عايزة عشان تاخد ليد او تاخد اي شهادة من شهادات استثناء بالتي. فلو فيها مشاكل بتشوف ايه المشل نقدر رحلها ازاي من خلال الدزاين. وبعد كده تبدأ تمشي في الدورة دي تاني. لحد ما تاخد في الدزاين اوكي وتقدر تقول ان شغلي بتاعي صديق او محقق الحاجات اللي انا عايزة.